اشتركوا في القناة ويوقع في حالة زواج الحاضنة يعني الأم في هذه الإشكالية كيوقع إسقاط الحضنة ديالها وإرجاع الحضنة للأب وإعطاء الحضنة للأب وفي هذه الحالة طفل كيتألم بزاف فاستسهل الجمعية باش نناضل من أجل هذه الحقوق وباش نبدل القانون لكيحيد الحضنة للأم عندما تتزوج وفي هذه الحالة كنت طالبه بالحضنة المشتركة يعني المتباولة أسبوع أسبوع باش يكون واحد النمو بالنسبة للطفل في واحد الجو اللي كيشوف فيه الأب دياله والأم دياله لأنه كيفما كان في السر الطفل هو بحل الوردة والوردة كتحتاج الهوى والماء إلا حرمتها من واحد فيهم فهي كتموت بالنسبة للسؤال ديالكم اللي كيتعلق بالأجواء ديال الجماعية في هدف الكورونا الحمد لله غدين مزيان والأجواء كلها بالأنترنت خدامين بالأنترنت لأنه فعلا ندرنا محاضرات كتير من لمكانتش هدى الأجواء ديالكورونا لكن اليوم اللي فينا وتأقلبنا مع الوضع ديالكورونا لأن الحياة اليومية كتلزم العمل وإحنا على رهن الإشارة بخصوص العمل بالنسبة للطفل عدنان هذه هي مأساة وطنية واليوم إحنا مقلمين والمغرب كله مقلم وقدمت سبقلية قدمت تعازي ديالي للعائلة دياله وهذا الحزن هذا كيدخل في واحد نقاش كبير اليوم إحنا كان نقشو هذا الموضوع ديال العقوبة لخص المجرم اللي كان سمي هنا إرهابي إنه ودر الإرهاب يتعاقب بها الفصل جساريح الفصل 474 جساريح تيقول لك بأن يعاقب هذا المجرم المجرم بعقوبة الإعدام فاس على ما كان بقي ما عرفتش الملف يعني ما مكليش اليوم نتكلم على واحد الملف كان جهله ولكن من اللي غادي تبدأ للأجواء ديال الملف وديال التحقيق في الملف أنا كان ضمن بأن هذا الفصل هو اللي غادي تسمي تطبيق دياله من طرف المحكمة الجنائية واليوم خسنا نفتحو هذا النقاش ديال هل تنفذ أم لا هذه العقوبة ففعلان لجينا ننفذوها أخذنا ننفذوها على هادو كلهم اللي تحكمت عليهم بعقوبة الإعدام هذا هو الإشكال اللي كي تطرح بانسبالنا ولكن فتحوا النقاش ونحاولو نزيدو بهذا النقاش لأنه لا يُعقل باش هاد الحالة وهاد الكارثة اللي كتوقع لولداتنا اللي كيفاش كيتكرفصوا ولي كانت ممكننا كلنا نتعرضوا لهذه المأساة نرجعوا الحق لهذا الطفل والملايين ديالأطفال اللي تغتاسبوا واللي تكرفصوا واللي مشات لهم الطفولة ديالهم القرآن الكريم جابي وإذا المؤونة تسوئلت أنا كنقول مولودة بس كذا سوئلت فبأيدا بين قتلات نسحة الأباء الأباء يطلّفوا ولداتهم يطلّفوا ولداتهم ويعطيهم الوقت ويحاولوا يحاولوا يمولوا ويساعدهم في النمو ديالهم ويحميوهم حيث الحماية ديالطفل اليوم عندها أهمية كبيرة بعد هاتش اللي عشنا تبقى مع هالوليد فحماية ولداتنا نحميوهم من الخطورات لأنهما مشواعين إلا جا شي واحد وقال لهم يلا نشيري لك الفانيد ولا يلا نتلعب معك جو فيديو ولا شي حاشا راوليداتنا كلهم تيمشيوا كلنا كنا تمشيوا معهم يتبعهم ما تعرفوش ما تعرفوش راسهم بنا كين خطورة الاختصاب وخطورة القتل هاتش ولادنا ما مقرينوش ليهم اليوم خصنا نقرروا لهم هاد الخطورة اللي كل هاد توقع دونك باش يعرفوا راسهم مع من تيهدروا ويحاولوا واحد الإنسان أجنبي ما تعرفوش ما يهدرواش معه ولا واحد الإنسان كيجي كيهدر معهم بدون سبب إنسان ماشي من العائلة ديال وما يهدرواش معها هاد النصيحة اللي يمكن نقطع احنا في إطار الجمعية ما كيت علق بالنفقة حق زيارة هاد النقط هما النقط الأساسي يعني لحالة الطفل بعد طلق ديال الأبوين ديال و تان حاولوا دبا نكتبو احنا في صدد كتبت واحد للقانون قانون الطفل مدونة الطفل فهذا هو النشاط ديالنا بخصوص كل ما هو جنائي كان دخلوا لأنه القلب ديالنا كيتفلح من كنسمع هذا شيء كان دخلوا لأنه هذا منكر فإذا لا يمكن تغيره فيمكن أن نغيره بلساننا هذا هو الفرق فهذا هو اللي ممكن نقول بالنسبة الجمعية ديالنا ما كدخلش بزاف في المسائل الجنائية ولكن من كيتعلق الأمر بهذا المنكر اللي كيوصل لهذا الحالة فكان نعطيه وجهة نظر ديالنا وذيك ساعات كيبقى على القضاء أنه يعطيه الكلمة دياله وشكرا جزيلا إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يوصل لقع الجديد ديالنا وما تنساش تابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي